إذن للحديث عن تطورات الملف الميداني اليمني وبالتحديد في محافظة البيضاء حيث تشهد معركة انطلقت أمس الجمعة في الثاني من يوليو الجديد في المعركة أن مصادر الحدث في مقاومة البيضاء أكدت أن المعركة انطلقت من جبهة الحازمية المرتبطة بمنطقة مكيرس ولودر التابعتين لمحافظة أبيان هذه المعركة تشارك فيها المقاومة الشعبية من أبناء قبائل البيضاء ووحدات من قوات العمالقة وأيضا تشكيلات عسكرية أخرى بدعم تحالف دعم الشرعية خلال الساعات الماضية تمكنوا من الالتفاف على الميليشيات واستعادت عدة مواقع منها في منطقة الشمال المشجل والتي تعتبر مفتاحا بين مديرية الصومعة ومديرية البيضاء المصادر أوضحت أن هذه الجبهة هي الأقرب إلى مدينة البيضاء مركز المحافظة ومن المقرر أن تتحرك خلال الساعات القادمة جبهة أخرى من جهة الجنوب وهي جبهة الزاهر المتصلة بمنطقة يافع الجنوبية بهدف الوصول لتحرير مدينة البيضاء هذه المعارك تدور بإسناد شامل من تحالف دعم الشرعية في إطار خطة لتحرير محافظة البيضاء وسط اليمن هذه المحافظة تمثل أهمية لتخفيف الضغط على محافظة مأرب وأيضا تضييق الخناق على الميليشيات وخطوط الإمداد القادمة من محافظة دمار جنوب صنعة بالحديث عن محافظة البيضاء هي منطقة استراتيجية وموقعها جعلها تلعب دورا حاسما في تطورات الصراع اليمني بين ميليشيات الحوثي والشرعية اليمنية تشترك حدودها مع ثمان محافظات هي شبوى والضالع وأبيا ولحج من محافظات الجنوب ومأرب وصنعاء وذمار وأب من محافظات الشمال أمنت ميليشيات الحوثي سيطرتها على هذه المحافظة عام 2015 اعتمدت الميليشيات في البداية على تحالفها مع المؤتمر الشعب العام والرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي تمتع بنفوذ كبير على القبائل هناك وتم حينها إبرام صفقات تحت الإكراه مع قبائل لتجنب خوض أي صراع مفتوح معها مقابل تركها تدور أمورها بنفسها إذن وفقا لخبراء عسكريين فإن تحرير البيضاء سيفتح الطريق باتجاه جبهة شمال مأرب هذه هي التطورات الميدانية حتى اللحظة في معركة البيضاء نعم ميس ويبدو أنها تطورات مهمة تغيير كامل لخارطة المعارك هناك شكرا ميس الحربي على كل هذه التفاصيل